السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات وقبلية أمور الصف الأول الإعدادي إن شاء الله نكمل مع بعض شرح وحل كتاب المعاصر الوحدة الحداشر طيب زي ما عملنا قبل كده وزي ما تعودنا تلاقيني سايب لك فيه صندوق الوصف رابط الرابط ده موجود فيه شرح قاعدة الوحدة الحداشر بالكامل نبدأ مع بعض شرح أسئلة اليونت السؤال الأول طيب بيقول هنا slow and quick slow يعني بطيء quick يعني سريع خلي بالك بقى بيقول كلمة بطيء وكلمة سريع فيه بينهم ايه طبعا دول عكس بعض عايزة اقول بقى عكس أو مضاد دي اسمها فأول إجابة عندي هتبقى بعد كده بيقول كلمة remember اللي هي معناها يتذكر and مقاط have the same meaning خلي بالك بقى كلمة يفتكر وكلمة ايه بيكون لهم نفس المعنى طالما قال لك نفس المعنى يعني عايز حاجة بتسويها طيب اللي بيسوي عندي كلمة remember هي كلمة recall معناها برضو يفتكر أو يتذكر طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا the suffix نقاط change the word danger into an adjective بيقول لاحقة اللي بتغير كلمة danger خلي بالك الى صفة طالما الى صفة يبقى نحط لها في الاخر علشان تبقى dangerous اللي هي خطير الصفة يعني اللي بعده بيقول keep and نقاط are opposites خلي بالك بقى كلمة keep يعني يحفظ وكلمة ايه بيكونوا عكسة بعض هنا طالب عكسها عكس keep هي كلمة lose اللي هي برضو معناها يخسر او يفقد فاقوله هنا lose الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا plastic is not so see animals and the birds die from it بيقول لك هنا البلاستيك بيكون ايه علشان كده يعني الحيونات البحرية والطيور بتموت لما بتاكلوا طالما بتموت يبقى البلاستيك ده مادة سامة كلمة سام بقى دي اسمها poisonous فاقوله هنا plastic is poisonous اللي هي يعني معناها سام الصحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا the naut is everything around us طيب بعد كده بيقول we must keep it clean خلي بالك بقى كل شيء حولنا يبقى ده البيئة كل حاجة حولنا لازم نخليها نظيفة طبعا ده تعريف ليه كلمة بيئة البيئة دي اسمها environment اللي هي كل حاجة حولينا يعني فبقى هنا environment بعد كده بيقول the naut the biggest sea animal in the world خلي بالك برضو بيقول لك ايه هو اكبر حيوان بحري في العالم طبعا دي معلومة مهمة جدا اكبر حيوان بحري اللي هو whale whale اللي هو الحوت يعني السؤال اللي بعده بيقول هنا is poisonous it stinks you when you touch it طيب خلي بالك بقى بيتكلم هنا عن حيوان sam الحيوان ده يلدغك لو لمسته خلي بالك بقى الحيوان اللي ممكن يلدغ ده انديل البحر انديل البحر اللي هو jellyfish فاقول هنا jellyfish اللي بعده بيقول هنا the animal that has a hard shell to protect it is called a الحيوان اللي بيكون عنده صدفة او محارة قوية كده علشان تحميه طبعا ده السلحفة بتكلم هنا عن السلحفة اللي هي turtle السؤال اللي بعده بيقول هنا the noot is one of the most dangerous sea animals in the ocean طيب بيقول واحد من اخطر الحيوانات البحرية في المحيط طالما قال لك حيوان بحري خطير يبقى ده shark shark اللي هو طبعا سمكة القرش واللي بعده بيقول هنا the whales which are heavy sea animals hit with their big a طيب بتكلم على الحيتان بيقول ان هي ممكن تضرب باي يعني طبعا عايز اقول ان هي ممكن تضرب بزيلها الكبير يبقى هنا اقول له big tails كلمة tails اللي هي معناها زيل يعني او ازيال بعد كده بيقول we mustn't throw not in the streets it's harmful طيب لا يجب انك انت ترمي ايه بقى في الشوارع ده بيكون ضار جدا طبعا ضار يبقى ترمي قمامة القمامة دي اسمها rubbish فاقول هنا throw rubbish بنفعش ترمي قمامة في الشارع بعد كده بيقول a jellyfish will not you have you touch it طيب انديل البحر عايزون ان هو هيلدغك لو لمسته طيب كلمة يلدغ دي اسمها sting فاقول له هنا will sting واللي بعده بيقول هنا my not hurt me I need to visit the dentist طيب اللي بيقلمني انا محتاج ازور طبيب الاسنان طالما قال لك دكتور السنان يبقى طبعا اسناني تقلمني اسنان دي اسمها this اللي بعده بيقول هنا the hard part on the outside of a turtle not etc is called a طيب بيقول هنا جزء صلب بيكون يعني خارج السلحفة او المكسرات اتسترا الى اخره ده بقى بيسمى ايه خلي بالك السلحفة والمكسرات كل دول عليهم طبقة صلبة اسمها shell اللي هي طبعا طبقة الصدف او المحر دي طبقة خارجية صلبة طيب بعد كده نكمل مع بعض بيقول هنا نقاط are objects like the earth that go around the sun بيقول كمان اشياء زي الارض كده بتدور حول الشمس طبعا الحاجات دي بيتكلم هنا عن الكواكب كواكب يعني planets بده تعريف لي planets الكواكب طيب بعد كده نكمل مع بعض بيقول هنا to نقاط means putting something you don't need somewhere طيب ايه اللي معناه انك انت تضع حاجة انت مش محتاجها في مكان ما طبعا انت كده بترمي الحاجة دي او تتخلص منها طيب ده تعريف لكلمة يارمي اللي هي throw away يبقى هنا اقول له throw away يعني يرمي او يبعد الشيه ده بعد كده بيقول نقاط off and have a shower طيب بعد الجاري او التمرين انا بخلع ملابسي واخد shower طيب كلمة يخلع ملابسه دي اسمها take off يبقى بقول له هنا take off واللي بعده بيقول the octopus swims fast when it's not danger طبعا الاخطبط يسبح بسرعة لما بيكون فيه خطر كلمة فيه خطر دي اسمها in danger فاقول له هنا in الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا بيبدأ يمرني على سؤال المحادسة واهم الكلمات في الوحدة الحداشر طيب نبدأ مع بعض السؤال الاول بيقول هنا where did you go yesterday بيسأل يعني رحت فين مبارح قال له في الاجابة طيب طالب منك بقى انك تكتب مطحف الاحياء المائية عايز يقول له ذهبت الى مطحف الاحياء المائية طبعا ده اسنو اكواريوم طيب السؤال ده ما بيجيش في الامتحان بالشكل ده ولكن خلي بالك دي اهم كلمات لازم تكون حافظها يبقى اول حاجة اقول له اكواريوم بعد كده بيقول what did you see there بيسأله ايه اللي انت شفته هناك قال له I saw طالب منك بقى تكتب كلمة حيوانات بحرية طبعا دي اسمها see animals يبقى تقول هنا see animals يعني حيوانات بحرية زي ما قلتلك السؤال ده اهميته انه بيمرنك على الكلمات طيب بعد كده نكمل مع بعض محادثة ثانية بيقول هنا why are you collecting plastic from the beach يسأل ليه بتجمع البلاستيك من الشاطئ قال له because it's a نقط عايز كلمة سام بيقوله ان البلاستيك يعني بيكون سام كلمة سام دي اسمها poisonous كلمة مهمة جدا ولازم تحفظها فهتقول هنا because it's poisonous علشان هو يعني سام اللي بعده بيقول هنا why does plastic damage the نقط ليه البلاستيك عايزول بيدمر البيئة كلمة البيئة بقى دي اسمها environment طبعا كلمة مهمة جدا ولازم تحفظها يبقى هنا هكتب له كلمة environment اللي هي يعني البيئة طيب بعد كده قال له because it's not in it for a long time هزقول بسبب انه بيبقى او يظل لفترة طويلة طيب كلمة يبقى او يظل دي اسمها stay فاقول له هنا because it's stay هتقول هنا stay اخر حاجة بيقول هنا how can we not the environment ازاي نقدر نحفظ البيئة او نحافظ على البيئة طبعا كلمة يحفظ دي اسمها save فهتقول هنا how can we save ازاي نقدر نحافظ على البيئة طيب قال له هنا we can نقط بلاستيك نقدر نعيد تصنيع البلاستيك يعيد تصنيع او يعيد تدوير دي اسمها recycle كلمة مهمة جدا ولازم تحفظ فهتقول هنا recycle زي ما قلت لك السؤال ده ما بيجيش بالشكل ده ولكن هو بيمرانك على المحادسة نيجي بقى للسؤال المهم جدا واللي بيجي فيه الامتحانات وهو طبعا سؤال الديالوج سؤال المحادسة طيب زي ما اتفقنا اهم حاجة انك تقرى المحادسة كلها على مالك وترجمها قبل ما تحل وخلي بالك السطر ده مهم جدا بيعرفك المحادسة بتتكلم عني طيب محادسة بتاعتنا بيقول هنا they are talking about a visit to the aquarium طيب هما بيتكلموا يعني عن زيارة الى مدحف الاحياء المائي طيب ايه بيكلم بيه وبيقول له where did you go yesterday يعني انت رحت فين مبارح طيب من خلال السطر اللي فوق اعرفنا ان هو راح الى اكوريوم اللي هو طبعا مدحف الاحياء المائي فاول اجابة هنا رقم واحد هيقول له I went to the aquarium خلي بالك انت بتتضع الاجابة في نفس زمن السؤال السؤال هنا في كلمة did يعني السؤال في الماضي فلما تجي تجاوب بتحط الفعل في الماضي I went to the aquarium رحت يعني المتحف how did you go there ازاي انت رحت هناك طيب بصوا في المحادسة مفيش حاجة معينة اكتب اللي انت عايزه ممكن تقول مثلا buy bus او buy car اي حاجة هتكون صح نقول buy car بالعربية سألوا سؤال كان اجابته I saw a lot of sea animals انا شفت يعني الكثير من الحيوانات البحرية فاكيد هنا بيسأله اللي انت شفته هناك طيب ماء وماذا دي اسمها what واقول هنا في صغة الماضي بيقول did الفعل المساعد هنا بيجيبه من الاجابة طبعما الفعل في الماضي بيستخدم did you بعدين الفعل في الماضي اللي هو c اللي انت شفته يعني وبعد كده قال له did you give the animals anything to eat هل انت بقى اديت الحيوانات اي حاجة تاكلها بيسأله هنا سؤال هل هيجاوب بيسقرنه طيب رد عليه هنا وقال له حاجة وكمل animals must try to find their own food اه يبقى هنا بيقول له ان الحيوانات يجب ان هي يعني تجد طعام مخصص لها طيب يبقى هنا هو مداش فيقول هنا نق بعد كده بيقول بعد كده سأله سؤال اجابته كانت the aquarium is important because it protects the sea animals and plants خلي بقى لك بقى بيقول له ان مطحف الاحياء المايدة مهم بسبب انه بيحمي الحيوانات البحرية والنباتات يبقى هنا طالما في because يبقى بيسأل عن السبب بتسأل عن السبب ب why يبقى هنا هيقول له why عايز يقول ليه يعني المطحف ده مهم why is the aquarium هاخد بقى من الاجابة واقول important ليه يعني مطحف الاحياء المايدة important يعني مهم يبقى لما تلاقي في الاجابة كلمة because اعرف كده ان انت بتسأل عن السبب لما يجي اسأل عن السبب بستخدم why كاداة استفهام طيب بعد كده بيكون في عندنا محادسة تانية برضو نفس الكلام زي ما قلنا اقرى المحادسة كلها قبل ما اتحلم طيب هنا بيقول بيجمع البلاستيك من الشاطئ خلينا نشوف كده فادي بيكلم سيف و بيسأله what are you doing safe بيقول له ايه اللي انت بتعمله يا سيف طيب احنا عرفنا من فوق انه بيجمع البلاستيك فهنا هيرد نفس الاجابة هيقول خلي بالك قلنا زمن السؤال هو هو زمن الاجابة فهنا يقول له عشان كان بيسأله يقول بيقوله بقى انا بجمع البلاستيك طيب طيب بعد كده فادي بيسأله بيقول why are collecting plastic from the beach بيقول له يعني ليه انت بتجمع البلاستيك من الشاطئ طيب احنا عندنا معلومة لسه اريد من شوية ان البلاستيك ده مادة سامة فممكن هنا يقول because بسبب واقول بقى عايز اقول بسبب ان هو يعني بيكون poisonous اللي هي معناها مادة سامة كان موهمة جدا ولازم تحفظها يبقى because it's poisonous بسبب انه سامة فادي سأل سؤال كان اجابته بلاستيك طيب بيقول البلاستيك بيدمر بيئة بسبب انه بيقعد فترة طويلة قلتلك لما تلاقي because في الاجابة يبقى انت هنا بتسأل عن السبب يبقى تسأل بي why فهنا في الرقم ثلاثة هيقول ويجيب الفعل لمساعد لان طبعا الفعل في الاجابة اخره فهنا اقول له it هنا عايدة على البلاستيك ممكن تقول وممكن تقول ليه يعني البلاستيك وقول طبعا عايز يقول ليه البلاستيك بيطلف او بيدمر البيئة قال له علشان بيقعد فترة طويلة طيب بعد كده فادي هيبدأ يسأله سؤال اجابة السؤال كانت ان سيف قال له we can recycle plastic to save the environment نقدر اننا نعيد تدوير البلاستيك علشان نحافظ على البيئة خلي بالك بقى هنا بيسأل عن الكيفية هسأل ب how ازاي بقى نقدر نحافظ على البيئة يبقى هنا في رقم اربع هيقول له how هستخدم الفعل المساعدة اللي موجود في الاجابة اللي هو can بقول how can we save the environment هنا بيقول له ازاي احنا نقدر اننا نحافظ على البيئة يبقى how can we save the environment طيب قال له طبعا بريسايكل اللي هي عادة التدوير بعد كده فادي قال is plastic dangerous for sea animals and birds هل البلاستيك ده دار او خطير يعني ليه الحيوانات والنباتات طبعا هيقول له ايه او الطيور يعني هيقول له ياس احنا محن نقرر ان هو مادة سامة هيقول له ياس كما وعجس بقول له it is هنا عيد على البلاستي الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا جزء الاسئلة الخاصة بالقواعد طيب زي ما قلت لك هتلاقيني سايولك في صندوق الوصف رابط موجود فيه شرح القاعدة بالكامل نبدأ مع بعض شرح اسئلة القاعدة السؤال الاول بيقول هنا طيب قاعدة الوحدة بتتكلم على الحالة الصفرية من حالات f الحالة الصفرية ده شباب بتقول ان كلمة when او f ده رابط لما بيجي بعد منه مدارع بسيط في حالة الحقائق العلمية الجملة التانية برضو بتيجي مدارع بسيط يعني هنا when عايز وراها مدارع بسيط مدارع بسيط طيب مدارع بسيط ده لما يكون i او we او u او زي الفعل بيجي في المصدر افتكر المصدر يبقى بدون اضافات يبقى i have السؤال اللي بعده بيقول هنا when i feel ill i not too bad طيب نفس الكلام وان هنا رابط جاي بعد منه مدارع بسيط الجملة التانية تيجي مدارع بسيط طيب i بيجي بعدها الفعل في المصدر يبقى i go السؤال اللي بعده بيقول هنا if you not a jellyfish it stinks you طيب برضو نفس الكلام الرابط هنا في الجملة التانية جاي مدارع بسيط يبقى دي حالة صفرية هيجي هنا مدارع بسيط لو انت بتلمس اندين البحر حيلدغك طيب الفعل في المصدر بقى اللي هو touch عشان يجيب مدارع بسيط واللي بعده بيقول if احمد he gets up early دي حقيقة بيقول لو احمد نام بدري هيصحى بدري if عايزة وراها مدارع بسيط مدارع بسيط خلي بالك بقى لو الفعل كان مفرد بتستخدم الفعل اخر اس المدارع البسيط فهتقول if احمد sleeps الفعل هنا اخر اس طيب اللي بعده بيقول هنا نقاط we hear something funny we all laugh خلي بالك بقى الرابط اللي بيجي بعد منه مدارع بسيط مدارع بسيط طبعا ده if or when عايزة اقول لو بنسمع حاجة مضحكة كلنا هندحق طيب عايزة هنا if or when اللي موجود عندك اختاره عند هنا when ولو كان فيه if كانت تنفع برده طيب بعد كده نكمل مع بعض بيقول هنا نقاط you heat water it turns into steam دي حقيقة هالمية يبقى دي الحالة الصفرية عايزة هنا الرابط اللي بيجي بعده مدارع بسيط مدارع بسيط لو انت بتسخن المية طبعا هي هتتحول الى بخار بعد كده بيقول what نقاط if you put a coin into water طيب خلي بالك هنا ده سؤال في المدارع البسيط هقول what happens if ماذا يحدث لو وضعت عملة في المية يبقى هنا happens يبقى هنا اقول what happens طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا if you put ice outside a freezer at night دي حقيقة على المية لو بتحط التلج بره الفريزر عايز يقول انه يعني هيدوب طيب كلمة يزوب دي اسمها melt فعل مفرد فهلحط لها s المدارع البسيط فتبقى it melts واللي بعده طيب خلي بالك برده هنا عايز الرابط اللي بيجي بعده مدارع بسيط وقبله مدارع بسيط اللي هو f او an بعد كده بيقول if i rubbish on the ground i put it in the rubbish bin طيب خلي بالك برده الرابط عندي اللي هو f هيجي بعد منه مدارع بسيط i we use a بيجو رامل فعلا في المصدر فقول له i see طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال السؤال الاول بيقول هنا when my grandfather is tired he not asleep خلي بالك برده انا عندي هنا الرابط خلي بالك منه دايما حدد الرابط اللي هو when جاي بعده مدارع بسيط الجملة الثانية برده هتيجي مدارع بسيط مدارع بسيط لما يكون الفعل مفرد الفعل ما نضف له s فنقول he falls يبقى هنا s المدارع البسيط واللي بعده بيقول when it's cold water not into ice دي حقيقة هنا لما الجو يعني بيكون برد جدا المية عايزه لتتحول الى تلك طيب ما هي كده صح خلي بالك water d مفرد يبقى له terms حط للفعل s المدارع البسيط واللي بعده بيقول نقط i have got a test i always study hard طيب خلي بالك اي الرابط اللي بيجي بعد منه مدارع بسيط مدارع بسيط في الحالة الصفرية if or when يبقى هنا هشل where واكتب يا اما when يا اما f اتنين صح خلا نقول when واللي بعده بيقول if we don't water the plants they not دي حقيقة برضو لو احنا مسائناش النباتات هي طبعا او هما هيموتوا طيب انا عايز المصدر هنا مدارع بسيط لو الفعل z بتجيب المصدر اللي هو die بعد كده بيقول what not when we put wood on water برضو نفس الكلام عايز مدارع بسيط الرابط عندي اللي هو when جاي بعد مدارع بسيط يجي قبل مدارع بسيط يبقى what happens الفعل هنا هحط له s المدارع البسيط ماذا يحدث يعني يبقى what happens بعد كده بيقول the river freezes if it not cold برضو نفس الكلام عايز يقول ان يعني النهر بيتجمد لو الجو برد جدا طيب عايز هنا المدارع البسيط من p اللي هو is لان الفعل هنا مفرد بعد كده she buys expensive clothes نقاط she goes shopping طيب نفس الكلام يعني هي تشتري ملابس غالية لو ذهبت للتسوق او بتذهب للتسوق يبقى له هنا when الرابط اللي بيجي قبله مدارع بسيط وبعده مدارع بسيط الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا sara must not rapish in the bins طيب بيقول ان سارة يجب ان تلقي القمامة في السلة خلي بقى كلمة must mustn't كل دول بيجي وراهم الفعل في المصدر فدي سهلة كده المصدر اللي هو put الفعل يعني بدون اضافات واللي بعده بيقول what mustn't you not in the street سهلة برضو احنا قلنا كلمة must او mustn't سواء في السؤال او النفي او اللي جابه بيجي وراهم فعل في المصدر المصدر اللي هو do بدون يعني اي اضافات واللي بعده بيقول the animals not eat plastic هنا بيقول الحيوانات ازول لا يجب ان هما ياكلوا البلاستيك احنا قلنا ان ده مادة سامة يبقى هنا محتاجين في بقى فقول mustn't eat منفعش ياكلوا البلاستيك بعد كده بيقول what should i not first خلي بالك ده سؤال كلمة should قلنا بيجي بعدها المصدر فهتقول should i do ماذا يجب ان افعل واللي بعده بيقول you mustn't نقاط angry with people you don't agree with برضو نفس الكلام كلمة mustn't بيجي بعدها الفعل في المصدر دي قاعدة سهلة جدا المصدر اللي هو be الفعل بدون اضافات بعد كده بيقول you not run across the road it's not safe طيب ده مش امن طالما الحاجة دي مش امان يبقى تستهدم mustn't على طول ليجب انك تجري على الطريقة ده مش امان يبقى تقول هنا you mustn't اللي بعده بيقول هنا what should do ده سؤال عايز اقول ماذا يجب ان افعل خلي بالك بقى دي اسمها what should i do فانت هنا تقول should طيب بعد كده بيقول you نقاط speak in the library loudly طب دي حاجة مش كويس عايز ينهي بقى يقول لك ما ينفعش انك تتكلم بصوت عالي في المكتب لا يجب دي اسمها mustn't you mustn't speak واللي بعده بيقول هنا should i نقاط you before i visit you نفس الكلام احنا قلنا ان should او must بيجي بعضهم الفعل في المصدر فانت هنا عايز مصدر اللي هو طبعا call الفعل بدون اي اضافات والسؤال اللي بعده بيقول هنا what mustn't you not to stay healthy طيب خلي بالك السؤال ده عندي هنا mustn't mustn't عايز اهرها المصدر المصدر اللي هو eat يبقى هنا اقول له eat بعد كده بيقول you you not walk on the grass انت هنا تشوف الحاجة دي كويسة ولا لا تمشي على الحشائش طبعا ما ينفعش يبقى هنا تقول ايه you mustn't لا يجب طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا سؤال مهم جدا وهو طبعا سؤال correct السؤال الاول بيقول هنا you mustn't with the knives خلي بالك سهلة جدا احنا قلنا ان mustn't بيجي بعدها الفعل في المصدر لا يجب ان تلعب بالسكاكين طيب المصدر اللي هو play هتشيل ال S دي بعده بيقول هنا you must not early خلي بالك برضو احنا قلنا ان must بيجي وراها المصدر المصدر اللي هو come فهتقول you must come السؤال اللي بعده بيقول you must make noise in the class طب هنا لازم نتنفي بيقول لك تعمل دوشة في الفصل ما ينفعش يبقى الصحة انك تقول you mustn't make لا يجب ان تحدث دوضاء في الفصل بعد كده بيقول you must follow traffic rules دي حاجة كويسة يجب ان تتبع اشارات المرور يبقى هنا ما ينفعش اقول mustn't السح ان انا اقول must you must follow traffic بعد كده بيقول why must we not the beaches دي اسهل حالة لما يجيب لك must او mustn't انت بتجيب وراها المصدر فهنا هتقول clean الفعل يعني بدون اضافات سهل جدا دي واللي بعده بيقول you should not your ideas with other when you worked with her سهل خالص should بيجي بعدها الفعل في المصدر فانت هتشيل اس هنا هتقول you should share يجب انك تتشارك افكارك بعد كده you must not your room نفس الكلام برضو must عايزة وراها المصدر فالمصدر هنا اللي هو tidy يجب انك ترتب غرفتك بعد كده بيقول the students shouldn't not their mobiles in the exams طيب الطلاب يجب ان هم يستخدموا shouldn't اصلا بيجي بعدها المصدر المصدر اللي هي use يبقى الفعل هنا بدون اضافات هتشيل ادي بعد كده بيقول it's a great film you not watch it طيب ده فيلم رائع يبقى لازم تسمعه ما نفعش هنا انفي صحنا نقول يجب عليك اللي هي طبعا should فهتقول هنا should watch it الصفحة اللي بعد كده نكملها مع بعض زي ما تعودنا بيكون في عندنا exercise على الدرس الاول والتاني طيب بيبدأ معايا بسؤال lesson سؤال نص الاستماع السؤال ده احنا قلنا هو عبارة عن نص صغير بتسمعه كويس جدا في بداية الامتحان ومن خلال اللي انت سمعته بتبدأ انك تختار الاجابات اللي قدامك دي طيب علشان النص ده موجود في اخر الكتاب فهتلاقيني بس بلك السؤال ده زي واجب كده قرى النص على مهلك وابدأ اختار الاجابات اللي قدامك دي وابدأ بعد كده اشرح لك السؤال اللي بعده بالتفصيل وهو طبعا سؤال اداء لك سؤال المحادسة طيب زي ما قلنا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك واترجمها قبل ما تحل وخلي بالك السطر اللي فوق ده مهم جدا السطر ده بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه طيب بيقول هنا ايمان وآية اللي اتنين بيتكلموا عن حيوانات المارين طيب خلينا نشوف كده ايمان بتسأل آية وبتقول لها بتقول لها في رأيك يعني ايه هو اخطر حيوان بحري طيب لازم تكمل علشان تعرف هنا ايمان سألت سؤال كانت اجابته شاركس live in oceans اسمك القرش بتعيش في المحيط يبقى هنا اخطر حيوان هو سمك القرش يبقى هنا في رقم واحد ايه هترد وتقول ايه هتنينك انا اعتقد ايتس زا شاركس هي بتسألها يعني في رأيك او تعتقدي ايه هو اخطر حيوان فهي جاوبت وقالت اعتقد ان هو سمكة القرش عرفنا منين من تكملة المحادسة بعد كده طيب ايمان سألت سؤال واللي كان اجابته ان اسمك القرش بتعيش في المحيطات خلي بالك هي هنا بتسأل عن مكان سمك القرش لما اجه اسأل عن المكان بسأل بوير فهي هنا رقم اتنين هتقول هستخدم هنا دو فالمساعد لان الفعلي في الاجابة جاي في المصدر فقول اين تعيش القرش او اسمك القرش يعني فقال طبعا في المحيطات ايمان سألت سؤال ايه ردت وقالت السلحفاء دي حيوان بحري بيكون ليه يعني صدفة او محار على ظهره واضح ان هي بتعرف السلحفة فاكد ايمان بتسألها نازعا او ايه هي السلحفة مثلا فممكن تقول خلاص بتسألها هنا عن السلحفة فقالت لها ان السلحفة هي حيوان بحري بيعيش يعني وبيكون ليه صدفة على ظهره طيب بعد كده قالت ليه يعني الصدفة دي بتكون مفيدة في السلحفة طبعا هنا تكتب اي سبب خليها نقول مسلا ان هي بتحميها فطبعا سؤال هتجاوب تقول لان هنتكلم هنا على الصدفة ونقول بسبب ان هي الصدفة هاني بتحمي السلحفة او السلحفة طبعا دينجر يبقى هنا اقول بسبب ان الصدفة بتحميها من طبعا الخطر بعد كده ايمان قالت the jellyfish does it have a shell طيب ايه بقى انديل البحر هل هو عنده صدفة برضو طبعا هتقول لها لأ وقالت but it can sting you when you touch it ولكن بقى هو يقدر يلدغك لو لمستي طيب هنجاوب هنا ونقول ايه ده سؤال بهل هتقول لها no وتقول it وتنفي بقى تقول doesn't لا يعني ما عندوش محار ولا صدفة طيب بعد كده بيكون عندنا سؤال اختياري السؤال الاول بيقول a shark uses more than twenty thousand in its life بيقول ان سمكة القرش بتستخدم اكتر من عشرين الف ايه في حياتها طبعا هو قال ان هي اكتر من عشرين الف سنة يعني فقلو this بعد كده بيقول to use something again كلمة ايه اللي معناها انك تستخدم الشيء ده مرة اخرى طبعا ما قال لك again مرة اخرى يبقى تقول له هنا recycle اللي هي طبعا اعادة الاستخدام او اعادة تدوير بعد كده بيقول all have shells on their back to protect them from danger بيقول كل ايه بيكون عندهم يعني طبعا صدف على ظهرها علشان تحميها من الخطر طبعا دي السلحفة فاقول له هنا turtles كل السلاحف يعني الصفحة اللي بعد كده انا كمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا the earth is the بيتكلم هنا عن الارض بيقول هي عايز اقول الكوكب اللي بنعيش عليه طيب كلمة كوكب دي اسمها planet فاقول the planet اللي بعده بيقول هنا our and has eight legs and it can swim fast ايه بقى الحيوان اللي بيكون لي ثمن ارجل وبيقدر يسبح بسرعة ثمن ارجل وبيسبح يبقى ده طبعا octopus اللي هو طبعا الاختبوت بعد كده بيقول the earth is the air water and the land around us الهواء والمية وكل حاجة حوالينا والنا ده تعرف ليه البيئة البيئة طبعا دي اسمها environment طيب اللي بعده بيقول هنا if you touch a jellyfish it not you لو انت بتلمس طبعا اندي للبحر هو يلدغك يلدغ دي اسمها stings فاقول هنا stings طبعا مضارعة بسيط بعد كده بيقول we get water if it not قعدة بتاعتنا عندي هنا الرابط اللي هو if عايز بعده مضارعة بسيط it فعل مفرد يبقى طيب بعد كده بيقول هنا when there is a good view you not take a photo طيب لما يكون فيه منظر جيد انت يجب عليك انك تلتقط صور يجب دي اسمها should فتقول you should take بعد كده بيقول we must our planet it's important طيب must اصلا بيجي هوراها الفعل في المصدر فهادي سهلة كده المصدر اللي هو save بدون اي اضافات بعد كده بيكون عندنا سؤال correct السؤال الاول بيقول هنا i not tired when it's late طيب القاعدة بتاعتنا بتقول ان when ده رابط بيجي بعده مضارعة بسيط وقبله مضارعة بسيط في الحالة الصفرية i فعل جمع فبستخدم هنا فيه الفعل فيه المصدر بعد كده بيقول you not look left and right when you cross the road طبعا ده انت لازم تبص ايمين وشمال لما تعبر الطريق فعشان تنفي ده انت تقول you must يجب عليك تنظر بعد كده بيقول students الطلاب must not in the classroom خلي بالك بقى كلمة mustn't بيجي بعدها الفعل في المصدر هتشل ed تقول shout يعني الطلاب لا يجب ان هم يصيحوا في الفصل بعد كده بيقول what must you not before for the exam سهلة جدا دي ده سؤال فعلمساعد must يجي وراها الفعل فيه المصدر المصدر يبقى do تشيل طبعا ing بعد كده سؤال paragraph زي ما قلنا ده مجابعا انه في نهاية الكتاب